بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو عدنا شرح unit 3 lesson 3 helping friends read and help these children يعني اقرأ وساعد هؤلاء الأولاد complete the sentences يعني اكمل الجمل with should or shouldn't باستخدام يعني should or shouldn't and the correct verb والفعل الصحيح كما قلنا بأنه في الفيديو السابق بأنه should and shouldn't تستخدم لتقديم النصيحة giving advice لإعطاء نصيحة ودائما الفعل الذي بعد should or shouldn't يأتي فعل مجرد دائما الفعل الذي بعد should or shouldn't يأتي فعل مجرد والفعل مجرد هو الذي لا يكون فيه ولا ing ولا يكون فعل ماضي يعني فعل يرجع إلى أصلة يعني يكون مصدر والتلاميذ في هذه المرحلة ما معنا الفعل مجرد الفعل مجرد هو الذي يجرد من أي شيء من الاس من ال ing من الماضي فهنا لدينا في الصورة الأولى I have a stomach ache أنا يعني لدي وجع معدة كما نلاحظ في الصورة بأنه الولد الصغير لديه وجع معدة من أكل الكيك فنقول يجب أن لا يأكل الكيك لدينا فعلين فعل eat يأكل ولدينا drink يشرب فهو يأكل الكيك نقول يأكل الكيك eat فنقول you shouldn't eat you shouldn't eat so much cake أنت يجب أن لا تأكل الكثير من الكيك you shouldn't eat so much cake فنحن نستخدم should or shouldn't حسب المعنى لمنع شيء نستخدم shouldn't الصورة الثانية she cut her finger إنها قطعت يعني أصبعها فحسب المعنى نستخدم should or shouldn't she a plaster or a bandage on it يعني تضع اللاصقة أو الضماد إذن should يجب أن تضع اللاصقة أو الضماد لأنها قطعت أصبعها فنقول she should put ونستخدم put وليس wear wear معناه يلبس put يضع she should put إنها يجب أن تضع a plaster يعني اللاصقة or a bandage on it أو الضماد عليه picture number three يعني صورة الثالثة I have a toothache أنا لدي وجه أسنان you to a dentist أنت يعني إلى الطبيب الأسنان go or look يعني go معناها يذهب وlook معناها ينظر فهو يجب أن يذهب لأنه لدي وجه أسنان فهو يجب أن يذهب إلى طبيب الأسنان go وأيضا نستخدم should you should go to a dentist you should go to a dentist أنت يجب أن تذهب إلى الطبيب طبيب الأسنان the fourth picture يعني الصورة الرابعة I think my leg is broken أنا أعتقد بأنه رجلي كسرت فحسب المعنى نضع should or shouldn't you on it يعني أنت عليها فلدينا أفعال فعليا stand or go أنت يجب عليها أنت يجب أن لا تقف عليها إذن نستخدم you shouldn't stand on it يجب أن لا تقف عليها you shouldn't stand on it وعدنا the fifth picture يعني الصورة الخامسة he doesn't feel well هو لا يبدو جيدا he has a cough هو لديه يعني سعال cold is calm and his throat is sore وحنجرته throat معنى حنجرته is sore يعني متقرحة فحسب المعنى نضع should or shouldn't he is at school be or work هو يجب أن يكون يعني لا يكون في المدرسة لأنه هو مريض فهو يجب أن لا يكون في المدرسة he shouldn't be at school he shouldn't be at school هو يجب أن لا يكون في المدرسة لأنه work معناها يعمل the sixth picture يعني الصورة السادسة my feet are hurting يعني أقدام متأذية your shoes يعني أحذائك أو حذائك are too small أحذائك هي يعني جدا صغيرة فحسب المعنى نضع you some bigger ones يعني أنت يعني تأخذ يعني الأكبر فماذا نضع take يأخذ or buy يشتري فنقول you should buy some bigger ones يجب أن تشتري يعني أكبر أحذية أكبر the next picture يعني الصورة التالية they are always tired at school they are always يعني هم على الأثنين الأولاد الأثنين they are always هم دائما tired يعني تعبانين at school فنقول they وعدنا more sleep يعني هم المفروض أن يأخذون نوم أكثر فعدنا get يحصلون وعدنا do يعمل فنستخدم get حسب المعنى they should get more sleep هم يجب أن يحصلون على نوم أكثر ما نستطيع أن نضع do they should do يجب أن يفعلون ويعملون نوم أكثر لا تصح هذه الكلمة فنضع get they should get يجب أن يحصلون على نوم أكثر more sleep it's so hot إنه جدا يعني حرارته مرتفعة حار and he feels sick وهو يشعر بالمرض فنقول he more water ويجب أن يعني كثير من الماء فحسب المعنى الكثير من الماء إذن يشرب فيجب أن يشرب الكثير من الماء لأن حرارته مرتفعة ويشعر بالمرض فلدينا drink يشرب ولدينا like يحب فنستخدم drink he should drink more water وكما نلاحظ بأن الفعل بعد دائما فعل مجرد جميع الأفعال كانت في أفعال مجرد drink get فنستخدم هنا drink he should drink more water الصورة الأخرى التالية my little brother يعني أخي الصغير burnt himself burnt himself يعني أحرق نفسه فhe hot suspense يعني هو يعني القدور الحارة فلدينا touch يعني يلمس وعدنا لدينا have يتناول فهو يجب لا يلمس القدور الحارة فنستخدم touch he shouldn't touch hot suspense ولدينا الآن شرح الصفحة الأخرى read the email from a friend يعني أقرأ الإيميل البرد الإلكتروني من صديق فنشرح للتلاميذ بأنه هذا الإيميل هو من يعني صديق فبالصورة الأعلى to معناها يكتب الطالب اسمه to write your name here يعني أكتب اسمك هنا فالتلميذ يكتب اسمه بالأعلى أي اسم حسن محمد نداسها subject الموضوع a bad day يعني يوم سيء a bad day وطبعا نسأل التلاميذ بأنه من من هذا الإيميل فبالأسفل هو مكتوب اسمه للشخص اللي راسل الإيميل هو أحمد فتكون صورته هو هذا أحمد كما بين النايا بأنه يعني مريض راح نبدأ بشرح القطعة تتحدث عن a bad day كما في العنوان subject الموضوع a bad day يوم سيء hi مرحبا I had a bad day yesterday أنا يعني كان لدي يوم سيء البارحة yesterday البارحة فهنا استخدمنا I had بالماضي هاد الماضي اللي have and has فنستخدم I had a bad day عندما يكون عندنا yesterday في الجملة فنستخدم الفعل يكون فعل ماضي I had a bad day yesterday أنا اللي كان لدي يوم سيء البارحة I went to the park with my team to practice يعني أنا ذهبت لأنه يتحدث عن البارحة فالفعال كلها بهذه القطعة رح تكون في الفعل الماضي I went هي الماضي went لgo go هي الفعل المضارع فعندما نحولها إلى الماضي تتحول إلى went من الأفعال الشادة كما قلنا I went أنا ذهبت to the park إلى المتنزه with my team مع فريقي to practice لكي نتدرب playing volleyball لكي نتدرب على لعب كرة الطائرة it was إنه كان أيضا was الفعل الماضي لis and am was هي الفعل الماضي لis and am يعني is وام هي في المضارع والماضي مالتها يكون was بينما are ماضي مالتها يكون where فهنا لأنه مفرد فإذا بالمضارع نتحدث نقول it is فنتحدث الآن بالماضي فنقول it was نحول is إلى was it was إنه كان a hot day إنه كان يوم حار and we played ونحن لعبنا for five hours لخمس ساعات أيضا هنا الفعل بالماضي وضعنا نحن كما قلنا بأنه الفعل الماضي يعني يكون بإضافة الدي أو الدي للفعل وهناك أفعال شاد ننضيف لها إيدي ولا دي كما في كلمة وين بالأعلى وز أيضا فعل لماضي شاد وهاد أيضا بالأعلى كما قلنا شاد ولكن نضيف له إيدي نحن لعبنا for five hours لخمس ساعات أي أول لهاد أيضا هاد فعل ماضي شاد أيضا هو الفعل الماضي لhave and has أنا فقط هاد تناولت a cup of tea for breakfast يعني تناولت كوب من الشاي للفطور breakfast معناها الفطور in my backpack يعني في حقيبة الظهر في حقيبة الظهر I had a big bag of sweets أنا يعني يعني يوجد في حقيبة الظهر لديه حقيبة كبيرة من الحلويات sweets and a small tin of cola وأيضا علبة صغيرة معناها علبة صغيرة of cola من يعني الكولة I was يعني أنا كنت wearing my younger brothers trainers I was wearing أنا كنت يعني مرتدي my younger brothers trainers يعني trainers معناها الحذاء الرياضي فهو يقول أنا I was wearing أنا كنت مرتدي my younger brothers trainers يعني حذاء أخي الصغير because mine لأنه يعني حذائي wear at school لأنه حذائي في المدرسة كما قلنا بأنه تأتي مع school at at school I was أيضا استخدمنا I was أنا كنت في الماضي هي was هنا بدل I am لأنه في المضارع نقول I am فهنا ماضي فنستخدم I was الأم تتحول is والأم تتحول إلى was بالماضي I was أنا كنت also أيضا wearing مرتدي my new wooling sweater أنا أيضا كنت مرتدي بلوزي الصوفي الجديد because لأنه I like it so much لأنه أنا أحبه كثيرا الآن الغريغ الغريغ الأخرى هذه القطعة الأولى وهنا القطعة الثانية at first يعني في البداية I had a headache يعني أنا في البداية كان لدي وجع رأس أيضا had هنا بالماضي نتكلم الhad هي الماضي لhave and has but كان لدي وجع رأس but ولكن I didn't stop playing ولكن أنا لم أتوقف عن اللعب أيضا هنا didn't بدل I don't لأنه يأتي معها في المضارع I don't وهي doesn't أيضا في المضارع ولكن في الماضي نستخدم I didn't أنا لم أتوقف عن اللعب then بعد ذلك I got very hot أنا يعني أصبحت جدا حار but ولكن I didn't stop ولكن أنا لم أتوقف then بعد ذلك my feet started to hurt يعني أقدامي بعد ذلك أقدامي my feet started أيضا started هو فعل منتظم regular بإضافة ed ضفنانا إيدي فصار ماضي my feet started to hurt يعني أنت تأذى وتأذيني then بعد ذلك I felt very bad يعني أنا شعرت أصبحت جدا سيء وشعرت بالسوء and I felt dizzy وشعرت بالدوران This is a picture of how I felt هذه صورة كيف أنا شعرت هنا صورة أحمد my friends carried me home my friends يعني أصدقائي carried me يعني حملوني home إلى البيت my mom and dad يعني أمي وأبي gave me water أعطوني gave أيضا هنا gave هي الفعل الماضي لgive فقط أيضا فعل شاد نحول I في give إلى A فتصبح ماضي gave me وأيضا هنا carried فعل منتظم regular بإضافة ولكن لدينا هنا I هنا كانت Y وحذفنا وضفنا لها I وضفنا I و ED I ED gave أعطوني أم and dad gave me water أعطوني to drink لكي أشرب and put me to bed with a cold tower on my head وضعوني put me to bed وضعوني على السرير with a cold tower مع منشفة باردة on my head على رأسي my mom يعني أمي made me صنعت لي صنعت لي some soup يعني بعض الحساء وأيضا هنا لدينا made أيضا هو فعل شاذ الأصل ما لديها بالمضارح هو make يصنع وأصبحت made بتحويل k في make إلى d فتصبح بالماضي وأيضا هذا فعل شاذ made me يعني صنعت لي some soup بعض الحساء I feel better now أنا أشعر بتحسن الآن استخدمنا هنا فعل مضارح feel لماذا لأنه دينا now والآن دي يتحدث عن الآن فبالمضارح الآن لأنه لنا now فنستخدم I feel وليس I felt كما بالأعلى لأن كنا نتحدث عن الماضي بالأعلى في السطر الأعلى field فحولناها في المضارح إلى feel better بتحسن now but ولكن yesterday البارحة was a bad day كان يوم سيئ أيضا عدنا رجعنا استخدمنا المضارح الماضي لأنه لدينا yesterday المبارحة يعني عندما تكون yesterday في الجو نستخدم ماضي فحولنا was هنا كتبنا was يعني بالماضي بينما من تكون عندنا يدي was a bad day كان يوم البارحة كان يوم سيئ أحمد يعني اسمه للشخص المرسل الرسالة هو أحمد ولدينا activity بالأسفل help your friend يعني ساعة صديقك match the phrases يعني طابق العبارات to make complete sentences لكي تصنع أو تعمل جمال كاملة look carefully يعني انظر بعناية other words in color يعني انظر بعناية إلى الكلمات في الألوان فعندنا number one you should eat انت يجب أن تأكل فتكون number one enough breakfast enough breakfast يعني يجب أن تأكل you should eat كما قلنا بعد الشد يأتي فعل مجرد مجرد معنى لا يوجد فيه s ولا ing ولا ماضي you should eat enough breakfast يجب أن تأكل يعني فطور كافي number two you shouldn't wear يجب أن لا تلبس number two you shouldn't wear clothes ملابس that are too thick يعني يجب أن لا تلبس ملابس اللي تكون جدا سميكة clothes that are too thick هنا الكلمات اللي بالألوان هي كدليل guide للتلميذ يعني مثلا حتى يندل التلميذ يعرف مثلا wear باللون الأخضر تكون جوابها clothes clothes that are too thick باللون الأزرق تكون مع اللون الأزرق باللون pink الوردي مع الوردي والbreed الأحمر مع الأحمر كدليل guide number three you should have يجب أن تأخذ تكون جوابها enough breaks يعني الاستراحات الكافية number four you shouldn't play يجب أن لا تلعب number four for too many hours لعدة ساعات يجب أن لا تلعب لعدة ساعات you shouldn't play for too many hours لعدة ساعات number five you should drink يجب أن تشرب number five enough water يعني الماء الكافي number six you shouldn't only eat يجب أن لا تأكل فقط number six تكون جوابها sweets يجب أن لا تأكل فقط الحلويات you shouldn't only eat sweets يجب أن لا تأكل حلويات فقط number seven you shouldn't wear يجب أن لا ترتدي shoes that are too small يعني يجب أن لا تلبس الأحذية التي تكون جدا صغيرة you shouldn't wear shoes that are too small number eight you have a headache أنت لديك وجه رأس number eight you have a headache أنت لديك وجه رأس يكون جوابها so you should rest لذلك يجب أن ترتاح number nine you feel hot أنت تشعر بالحرارة يكون جوابها number nine so you should cool down under a tree يجب أن تبرد تحت الشجرة number eight number ten you feel dizzy أنت تشعر بالدوار فيكون جوابها so you should lie down يجب أن تستلقي وعدنا الآن حل أيون تثري lesson three of the activity book من كتاب النشاط page 40 صفحة 40 activity A الفعال يعني أكتب الأفعال لدينا الأفعال هنا في المضارع is or is للمفرد و are للجمع أفعال المساعدة تعتبر drink فعل رئيسي يشرب feel يشعر أيضا فعل رئيسي wear يرتدي break يعني يرتاح go يذهب burn يحرق eat يأكل put يضع حسب المعنى نضع الأفعال number one is are too small or big يعني إنه جدا صغير أو كبير number two a plaster on the cut يعني يضع لاصقة على الجلح فيضع يضع أي كلمة هذه كلمات إذن نضع put put a plaster on the cut يعني يضع لاصقة على الجلح number three too many sweets الكثير من الحلويات إذن ماذا نفعل بحلوات نأكلها إذن نستخدم كلمة eat eat too many sweets يعني نأكل الكثير من الحلويات number four your arm ذراعك فأنا دائما لدينا جملة هي يكسر ذراعك فbreak your arm تكسر ذراعك break يعني معناها تكسر أو تكسر تكسر ذراعك break your arm number number five a thick sweater a thick sweater يعني بلوز سميك فماذا نفعل بالبلوز طبعا نرتدي فنستخدم wear wear a thick sweater number six sick بالمرض فيشعر بالمرض feel sick feel sick number seven yourself نفسك يعني burn yourself تحرق نفسك number seven yourself فنفسك burn yourself burn yourself يعني تحرق نفسك number eight drink enough water enough water يعني الماء الكثير فماذا نفعل الماء نشربه فنقول drink enough water طبعا ناخذ من الكلمات بالعلى number nine to the dentist نذهب إلى الطبيب فنستخدم كيف go go to the dentist نذهب إلى طبيب الأسنان واعدنا activity b use the phrases استخدم العبارة from activity a in sentence يعني استخدم العبارة activity a بالعلى في جمل number one my feet hurt because يعني أقدام متأذية because these trainers لأن هذه الأحذية الرياضية are too small إنها جدا صغيرة فيجب فيجب التلميذ أن يعرف الجواب يعني قد يأتي هذا شكل يعني list a و list b و list b تكون يعني غير مرتبة في الطالب match يوصل أو يكتب بالفراغات number two you shouldn't eat too many sweets sweet you shouldn't أنت يجب أن لا تأكل الكثير من الحلويات you shouldn't eat too many sweets number three if you cut your finger إذا أنت يعني قطع أصبعك put a plaster on the cart يعني ضع لاسقة على الجرح number four you should go to the hospital أنت يجب أن تذهب إلى المستشفى if you break your arm إذا كسرت ضراع okay number five when it's cold حينما يعني إنها باردة حينما يكون الجو بارد it's cold you should يعني يجب wear a thick sweater يجب أن ترتدي يعني بلوز سميك number six these shoes هذه الأحذية are size 42 هذه الأحذية هذا الحذا هو حجم يعني 40 size 42 they are too big هم يعني جدين كبيرات number seven I had too much chocolate and now I feel sick أنا تناولت I had too much chocolate أنا تناولت كثير من الشوكلاة and now I feel sick والآن أنا أشعر بالمرض number eight don't touch that hot sauce pan don't touch that hot sauce pan يعني لا تلمس don't touch يعني لا تلمس that hot sauce pan هذه القدر الحار لا تلمس القدر الحار you will burn you will burn you will burn yourself you will burn yourself أنت سوف تحرق نفسك number nine when the weather حينما يكون الجو حينما الجو يكون حار the weather is hot يعني الجو the weather is hot حار you should always يجب أن دائما drink enough water يجب أن تشرب الكثير من الماء الكافي أو الماء الكافي number ten she has a toothache هي لديها وجع أسنان she should go to the dentist إنها يجب أن تذهب إلى طبيب الأسنان you should go to the dentist وعدنا الصفحة الأخرى ليونت three lesson three of the activity book من كتاب النشاط page 41 في صفحة 41 look box يعني صندوق انظر when the subject and the object حينما يكون الفاعل والمفعول به in a sentence في جملة are the same يعني يكون نفسهم في الجملة we use a pronoun زائدا plus self نستخدم يعني pronoun ضمير plus self يعني زائدا self كلمة self or pronoun plus self أو pronoun زائدا يعني self بالجمع مثال عندنا I see myself in the mirror أنا أشاهد نفسي في المرأة I لا نستطيع أن نقول كما في الجملة بالاسفل you can't say لا تستطيع أن تقول say I see me ما نستطيع أن نقول I see me أنا أشاهد أنا أنا أشاهد نفسي أو أنا أرى نفسي فنفسي هي myself you say you say الجملة الصحية I see myself بالجملة الأسفل you can't say لا تستطيع أن تقول he cut him هو يعني جراحه نقول you say he cut himself هو يعني جراح أو قطع نفسه listen and say the words فعدنا اكتب يسي listen and say the words يعني استمع وقل الكلمة المفرد فيتكون singular يعني المفردة myself نفسي yourself نفسك أو نفسك himself نفسه herself نفسها itself يعني للجماد أيضا تستخدموا للأشياء plural يعني الجمع ourselves يعني أنفسنا yourself يعني أنفسكم themselves أنفسهم كما نلاحظ بأنه self في حالة الجمع في حالة الجمع تحول ال-f إلى ves نحول ال-f إلى v ونضيف es في حالة الجمع ourselves وأيضا yourself يعني أنفسكم أيضا حولنا ال-f إلى ves و themselves أيضا حولنا ال-f إلى ضيف es للجمع activity d complete the sentences يعني أكمل الجمل with the pronoun plus self مع ضمير زائد self or pronoun plus selves يعني ضمير زائد selves يطلب من عندنا في هذا النضع myself من الأعلى myself yourself himself herself itself ourselves yourselves themselves حسب عندما يكون الفاعل عندما يكون الفاعل I بالبداية نضع myself عندما يكون الفاعل they نضع themselves عندما يكون you نضع yourself yourself عندما يكون we نضع ourselves وأيضا عندما نتحدث عن my sister عن أختي مثلا هي she نضع herself عن أخي he نضع himself وما كات عن الحيوانات أول أشياء نستخدم itself number one I cut myself with a sharp with a sharp نفس ب سكين حاد ف I هنا فنستخدم myself number two they taught هم علموا أو هم دربوا themselves to cook هم دربوا أنفسهم للطبخ فهنا they لدينا فنستخدم themselves number three you have a cold and you should look after yourself أنت يجب أن تعتني after yourself بنفسك هنا لدينا you وعن مفرد نتحدث فنستخدم yourself number five number four we enjoyed نحن تمتعنا ourselves at the park نحن نحن أمتعنا أنفسنا في المتنزه فهنا لدينا we نستخدم ourselves number five he fell off his bike number five he fell off his bike هو سقط من دراجته الهوائية and hurt himself وعن ذا نفسه he فلدينا نستخدم himself number six my sister likes to look at herself in the mirror يعني أختي تحب أن تنظر إلى نفسها في المرآة she نضع herself number seven my cat saw itself in the mirror my cat يعني قطتي saw شاهدت itself نفسها in the mirror في المرآة my cat عن حيوان أو جماد نستخدم itself وعند اكتيفتي here listen and say the rhyme يعني استمع وقل القافية أو شعر راح نستمع لها 42 listen and say the rhyme I look in the mirror what do I see I see myself looking at me I pick my phone and what do I do I take a photo of myself too selfie هنا معنى صورة شخصية the selfie I look in the mirror يعني أنا أنظر في المرآة what do I see ماذا أشاهد I see myself looking at me أنا أشاهد نفسي أنظر إلى نفسي I pick up my phone يعني التقطت أنا أخدت تليفون التقطت تليفوني and what do I do وماذا أفعل أنا أخذ صورة of myself too لنفسي أي jingle bell jingle bell jingle all the way oh what fun it is to ride in one horse open sleigh hey jingle bells jingle bells jingle all the way oh what fun it is to ride in one horse open sleigh